يباني يوسف في مدى طريقته في التصرف وفي مدى حبه لي يعني لو هو مؤمن تماما أن القضية الأساسية ارتباطي بالمسيح والقضية الأساسية عنده هو ارتباطه بالمسيح هيعملني كأخ لي في المسيح بكل المحبة بس أنا عندي أفكار مختلفة عنه فهيشوفني أن احنا الاتنين اخوات في المسيح بس فيه اختلاف في الفكر لكن لو الارتباط أساسا بالعقيدة وانت عقدتك غير عقدتي فالهو بيني وبينك شاسع فهيبان في الواقع العملي وفي المحكات العملي الحاجة الثانية اللي أحب أأكد عليها أنه الرب يسوع جاء لك يخلق الكيان الجديد يخلق الكيان الجديد ده الأساس عند الرب اللي هو الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق هذا الكيان هو الأهم عند الرب من بماذا يتمسك هذا الكيان فمن الممكن الكيان ده يبقى فاسدان ومتمسك بعقيدة صحيحة وممكن الكيان ده يبقى صحيح وبيكبر وبينمو بس لسه ما وصلش للعقيدة الصحيحة مئة في المئة بيكبر وبينمو فالأهم عند الرب هو الكيان الذي يمسك بالعقيدة من العقيدة التي يمسك بها هذا الكيان خصوصا لو كان كيانا فاسدا يعني هقول لحداك مرة جملة تيم كالر كان بيقولها وقول لي موافق معها ولا بيقول انه الخطيئة اللي في حياة الناس اللي عقيدتهم صحيحة بتخلي حياتهم أقل صحة من المفروض تعليمهم ينتجه والنعمة اللي في حياة الناس اللي تعليمهم خاطئ ينتج وناس أفضل مما المفروض التعليم بتاعهم ينتجه موافق موافق تمام ليه بقول كده لأنه الكيان من الممكن أنه يحامل كل أنواع الخطايا وممكن يكون حامل مشاكل نفسية يعني مثلا أنواع الخطايا لما يكون عندك رغبة في الكبرياء والتسلط على الآخرين من السهل جدا أن تتكبر وتتسلط لو معك تعليم صحيح فيبقى التعليم الصحيح هنا وقود رائع وطعام قوي لأبشع خطايا موجودة فأنت عايز تتكبر عايز تتسلط التعليم الصحيح هنا هو المصعد الذي سينقلك بسرعة لتتبوأ هذا المكان الأمر الثاني أنك ممكن مثلا تكون نارسيسيست شخصية نارجسية شخصية نارجسية عندها مشكلة كبيرة أوي مسكينة أنه دايما جواه شعور بالأفضلية أنا 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 أفضل أنا محصلتش أنا حاجة كبيرة أنا المفروض أكون غير خالص اللي أنا فيه وده بيدخله في حيرة عقلية فبيدور على مبرر للشعور ده هو أنا ليه عظيم وأنا ليه حاسس أن أنا غير بقيت الناس أنا إزاي جامد كده يعني نفسه يلاقي في أرض الواقع مبرر للإحساس بالعظمة والضخامة اللي جواه بييجي التعليم الصحيح هنا طوقنا جات يحلله المشكلة دي أنت عظيم لأنك متمسك بتعليم صحيح بينما الناس اللي أنت شايفها دي اللي عملة ضجة كبيرة دي ناس ضايعة وناس ما تعرفش التعليم الصحيح اللي أنت متمسك به فيبقى التمسك بالتعليم الصحيح هو مجرد وسيلة لتبرير نارجسية مقيتة وغير مبررة ما لهاش حاجة في الواقع السؤال ما اللي أنت سألته طيب خلال أرض الواقع أنه فيه خلينا نقول مؤمنين وحقيقيين فيه طواف مختلفة لكن مختلفين في العقيدة يتعاملوا مع بعض إزاي أحط مبدئين من الكتاب المقدس أستنتجهم وأقرأ نصين أسميهم اتضاع العقل ونقاوة القلب أحتاجوا إلى عقل متضع وأحتاجوا إلى قلب نقي وأرى لك آية عن ما أسمي اتضاع العقل وآية عن ما أسمي نقاوة القلب باعتبار أنه القلب كتير في الكتاب يشير إلى الدوافع فلما قلنا قاوة القلب يعني نقاوة الدوافع فأتعابك تبص معايا في الشاهد ده في رسالة كورنسوس الأولى أصاح تمانية الرسول دخل في قضية سؤال كانوا الكنيسة بعتت له بتسأله بتقوله عن موضوع ما ذبح الأوسان يعني موضوع ما ذبح الأوسان عمل لنا مشاكل كتيرة وبعضنا بيقول يا جماعة ما نقدرش ننعزل عن المجتمع وما ناكلش وبعضنا بيقول لأ ما ننجدعو بيهم خالص وننعزل وده عمل شب انقسام في الكنيسة فهو بعتوله سؤال فهو بيقول أما من جهة ما زبحة للأوسان اسمع فنعلم أن لجميعنا علما حلوة الحتة دي تضاع العقل على فكرة مش انت بس اللي تعرف أخوك بردو يعرف يعني هل هنا هو بيقول أنه يا جماعة كل واحد عنده وجهة نظر تحترم ياس ياس لجميع هنا عجل لأنه في البعض فعلا بيوصل أنه بيفترض أن التاني ده جاهل ما بيفهمش أي حاجة صح صح كل حاجة بيقولها أي كلام فهو مش قاري ومش مذاكر ومش فاهم بعدين يقول إيه العلم ينفخ ولكن المحبة تبني على فكرة أساس ارتباطنا ببعض مش العلم دي الحقيقة التانية ده للتضاع العقل فأول سمة من سمات العقل المتضع أنه بيفترض أنه غيره بيعرف بردو وأنه بردو أرى وعنده وجهة نظر ويا ما يا يوسف أنا شخصيا اختبرت الموضوع ده أنه كنت أسفه من رأي معين وبعدين لما أقرأ بقى أدخل بقى روح لافف وحط نفسي زي ما بقوله وهبدأ أقرأ هو أجاب منين الفكر ده وفاجأ فعلا فعلا أنه في جزور وأنه في وجهة نظر وبوصل في النهاية أنه بأخد الحاجات الصحة في جزور هذا الرأي ومش مطالب أن أنا أخد الحاجات الغلطة وممكن أدي أمثلة كتير قوي حصلت معايا في حياتي لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات سابن بلاس ترجمة نانسي قنقر